اشتر لابتوبات يا حبيبي باشتري بالفلوس كلها انتو شايفين اللابتوبات اللي قدامي يا عيال شوفوا الكمية اللي ورا يا عيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم من جديد في لعبة تريدنج لايف سمال اتر او محاكي التاجر حلقة جديدة تحديث جديد يا عيال اللعبة هذي قاعدة تبهرني يوم عن يوم اللي شغالين عليها ما شاء الله يا عيال تحديث ورا تحديث يعني انا اتأخرت تنزيل التحديث الاول لكن التحديث الثاني ان شاء الله اني لاحق طبعا التحديث نزل امس وشفت من امس بس انه انا كان لازم اجمع فلوس فمن امس الي اليوم يا عيال انا قاعد اجمع فلوس كنت اروح اشتري الكترونيات واجه عرضها المهم يا عيال شكرا لدعمكم لمقاطعي وشكرا لوقفتكم معايا الله يسعدكم يشهد الله انكم تسعدوني دائم بتعليقاتكم وهذه افضل تعليقات في المقطع اللي فات وطبعا راح نستمر بدعمكم دائما انتم واقفين معنا فانا ما راح اقصر معكم باذن الله همشي يا عيال لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة اذا ما كنت مشترك واذا عجبك المقطع انشره عنده خياك اتمنى يا عيال تنشرون المقاطع قد ما تقدرون طبعا يا عيال شايفين عندي فوق المبلغ الضخم اللي جمعته 281 الف يا عيال مبلغ خيالي طبعا يا عيال في فترة التأفيك في فترة التأفيك طبعا انتم مستقربين الآن انا وين رايح راح نشتري اغراض من المتجر حق الاذاث نحتاجها طاولات زي كذا وشي يعني زي كذا طاولات للالكترونية لانه راح نقلب متجرنا متجر الكترونية الشي الثاني يا عيال من خلال تأفيكي في اللعبة او تجميعي للفلوس انا ما جيت الا مرة واحدة اخدت فلوس المزرعة فما ادري اذا هي تتراكم او لا اذا تتراكم فالشي هذا مرة حلو اذا لا فوالله يا عيال يلا خلينا نجرب ونشوف كم يعطينا عطاني 16 الف واربع وثمانين يا عيال ما ادري هل هي تتراكم والله ما ادري بس يعيال انتو كتبتولي انو بس 16 الف هو المبلغ حلو ما اختلفنا بس انتو كتبتولي يا عيال انو في اليوم الواحد في اللعبة يعطيك او اللي هو مبلغ المزرعة طبعا انا جربتها خلف الكواليس واخدت الفلوس ورحت نمت ورجعت اخدتها ما يعطيني يا عيال ما ادري ايش المشكلة فالظاهر انه ما يعطيني عيال كل يوم يعني لكن شيء حلو يا عيال انه يجمعلي على اقل مبالغ ما عندي مشكلة انا 16 الف مبلغ مرة حلو فاللعبة قاعدة يا عيال تعطيني مبالغ مرة حلوة طيب نبغى ناخذ اشياء كذا حلوة هباخذ من الشكل هذا ودي اخذ اربعة لان عندي في فكرة معينة واخذ من هذه اربعة حلو هذه لو قدرت عيال اخليها على شكل دايرة كاملة تمام يكون بس فيها فتحة من جهة واحدة او انه مثلا نص دايرة نص دايرة بيكون شكلها مرة حلو كمان ضافوا لنا في التحديث الجديد الثلاجة هذه عيال قيمتها الفين ريال هاي ثلاجة الحوم بنشتريها لكن ممكن انه ما نستخدمها في الحلقة هذه ممكن الله اعلم فخلونا نشوف هذه الطاولات نحتاجها هذه الطاولات ما نحتاجها اسر كل شيء معنا الاثاث يعيان والله ان كل مرة والله يعيانها ما اردكم اخذ من هذه واحدة من هذه واحدة هذه صغيرة ولا نفسها هذه نفسها ناخذ من هذه ثنتين اخذ شاشة مدري الشاشة ايو لا هذا الحال وهذا الحال حلو اخذنا شاشة واخذنا معاها شي اسمه طاولة ناخذ من هذه التنتين تكون جنب السرير حقنا يعني اليوم يعيان بنسوي كل شيء في اللعبة حرفيا كل شيء بنسويه وبنتاجر وبنشوف كم نطلع فلوس بتشوفون إن شاء الله معنا كل شيء فممكن الحلقة هذه يعيال أنتو بتستغربون أنا الآن قاعد أصور بعد ما نزلت المقطع حق المزرعة فأخذت اللي بس وقتي زيادة جمعت فلوس ممكن المقطع هذا ينزلكم على الفجرية ممكن ما أدري فبتشوفون مقطعين اليوم لإني عندي خطة إنو بكرة عندي لعبة جديدة ودي أجربها هل تنصحوني أضيف لعبة جديدة ولا طبعا اللعبة أنا شفتها عند يوتيوبر معروف اللي هو معاذ معاذ بركة شفت اللعبة اللعبة قديمة لكن حلوة عجبتني حبيت لعبها فقلت ليش ما أصورها فبشوف إذا إنو عجبتكم بكرة بتكون حلقة عنها واليوم عن التاجر اكتبوني تحت في التعليقات إيش اللي حابين إنو أنا أنزل طبعا أول شي بنسويه لازم نطلع السيارات برا جمام قل له جبنا العيد ألوه أطلع أطلع تكفى حلو طلعنا الموتر حقنا خلن وقف قدام المحل أيوه طيب نطلع التكتك كمان لن خلاص ما عد نحتاجه والله إنو التكتك حلو ودي يصير إنو أستخدمه على طول بشوف هل يعيال يخرب وذا ولا تم تصليح آآ لا ما فيه حلو ما يخرب التكتك مرة حلو آآ بنفتح هذا طبعا فيه شي حلو في التحديد يعيال توني أشوفه أو أنتبه عليه شايفين ضبط السلم يعيال شكله مرة حلو طبعا أنا قلوه أول كان مكان ومرة مزعج هنا شي هذا نقطة تحسب لهم طبعا حطل لي حمام هنا الله يكرمكم أساس بدل ما أروح البيت خلاص أأفك وذا وخلاص من المحل يعني ما عاد أروح أي مكان الله يلا أشياء كثيرة طيب دقيقة أنا ضيعت هذا كش يسمى لا مو ذا وينه أي هذا 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 خلينا نحطه هنا آآ للأشياء الزايدة أو البضاعة الزايدة مع أنه إن شاء الله ما رح يزيد شي عندنا آآ ودي الأشياء هذه أرجعها وراء شوي لأنه يحتاج مساحة فخلونا نرجعها وراء حلو يا عيال ركبتها بالملي تشوفون كأنها رف واحد طبعا يمديك تدخل من هنا عادي آآ الآن بنبدأ ترتيبنا بنشوف كيف بيكون الطريقة وزي ما تشوفون يا عيال شرايكم في الطاولة يا عيال هذه طاولة الإلكترونية أنا كانت فكرتي غير بس لما جيت المحل وشفت شكل الطاولات كذا على الحقيقة شفت الشكل هذا أفضل طبعا يا عيال ما عليكم من الفتحة ذي أنا كنت ناويها إنه ممر عشان أدخل جوه للاسف يا عيال صارت زي كذا عادة شي نسوي طبعا خلينا نشوف الشكل الثلاجة الجديدة اللي وصلت اللي جت مع التحديث ليش أنا خدت وحدة أنا صح هي وحدة هي حسب أنه ثلاثة فخلونا نصفها هنا عند الثلاجات زي كذا حلو هذه منطقة الثلاجات هنا منطقة إلكترونيات وهنا منطقة الأشياء الثانية لكن يا عيال أنا ما راح أسوي أي شيء غير إلكترونيات في الحلقة هذه بما أنه لسه في وقت لسه في وقت خلينا مر على محلات إلكترونيات ونشوف إيش الأشياء الرخيصة عشاس نشتريها لأن عيال في شخص كتب لي أنه اشتري تابلتات كثيرة مو تابلتات آي ماك طبعا مو كل مرة يعني الآي ماك بيكون مربح أنا لما اشتغلت خلف الكواليس كان كل مرة أشتري شيء آخر شيء شريعته أخدت التابلت هذا كان سعره مرة رخيص شوفوا الآن كم سعره مرتفع فنبغى نشوف الأشياء الغالي هذا البي سي سعره مرتفع قل لي عيال أسعارها مرتفع هذا مرتفع هذا يعني كويس بس إنه هذا كم والله مرة مرتفع هذا فرق يعني خفيف شوفوا الله بتوباتي اللي خلناها في حلقة اللي فاتت الآن الأسعارها أغلى طيب يا عيال بقول لكم شيء لازم أروح البيت وأنام أو نستغل الوقت نروح البيت يا عيال نأثث بيتنا وننام على أساس نجي اليوم الثاني إن شاء الله تكون الأسعار متغيرة طبعا يا عيال استغلت الوقت وأثثت البيت جاهزين زي ما تشوفون يا عيال أثثنا البيت بشوف هل أقدر حلو أقدر أجلس يا عيال حلو 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 والله مرة حلو هذا أقدر أستخدمه آآ وين الضيعة تنع أيوه والله مرة حلو ما توقعت أني أقدر هل شاشة هذه تشتغل والله تشتغل يا عيال أيوه خلن نجلس خلن نجلس خلن نجلس أيوه إيش هذا يا رب ما يكون عليكم براية خلاص خلاص كنزة 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 خلاص خلاص أمس خايف لا يكون عليكم براي يلا النام يا عيال وصحينا يا عيال زي ما تشوفون هنا ركبني الكوميدينات والسرير وعندنا هنا ستاب حقنا ستاب المتواضع والآن خلوني لا صح لازم أول شي نروح للحمام الله يكرمكم وخلصنا من الحمام وعلى السريع عيال بنروح لمكان بيع الإلكترونيات ويارب تكون الأسعار حلوة طبعا دقيقة 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 أنا ليش جاي بهذا ليش نرجع ونشيل الشاحنة من جد يا عيال أنا طيب أخذ أشياء كثيرة ليش أخذ هذا خلنا نروح أرجع أخذ الشاحنة أيوه الحمد لله على السلام أخي نقدم شوي عساس تكون قدام الباب أيوه يعني كان يبيلها شوي هذا يعني مو مرة أوو يا عيال هذا سعر مرة حلو هذا لا أولي هذا حلو 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 اللي عندنا الآن اللابتوب والآيماك أسعارهم مرة حلوة هذه سعرها حلو بس ما أدري ممكن ما أشتريها فبنشوف هو أفضل شي للكسب السريع هذا بس هذا إلى الآن سعره مرتفع فبنشوف وين أفضل شي اللابتوب اللابتوب يعطينا يعيال أربعمائة وتقريبا ثلاثة وعشرين أو شيء زي كذا وهذا كم يعطينا نفس الشيء تقريبا خلاص لابتوبات لابتوبات يا عيال أشتر لابتوبات يا حبيبي أشتري الفلوس كلها هههههه والله باشتري كل الفلوس اللي معايا بتروح فيها وبعدين إن شاء الله نرجع دبل دبل الفلوس يا عيال أنا جبت العيد يعيال توني أستوعب توني أستوعب يا عيال وين برصها اللابتوبات كلها يعيال يتوقع اللابتوبات ما أقدر أحط لابتوب فوق لابتوب لا يلعيد يا عيال طب اسمع اسمع بروح أرص هذه في الشي اسمه ذا بروح هذه في المحل وننتظر اليوم الثاني نشوف التابليتات هذه أفضل شيء أنه تشتريها لأن حجمها صغير وعادي فأي مكان تروح وسعرها غالي يا عيال أخيرا خلصني يا عيال تقريبا الشاحنة فولت تقريبا يعني ممرة يا رب بالكراتين ما تكون كراتين طالع من جواد ذا طيب الآن إيش اللي حنسوي يا عيال بترحنا بدأنا من الصباح ها شوف الساعة كم صارت يعني حرفيا الشغل مرة متعب مرة متعب فخلونا ننزل السيارة أو نوقف السيارة بالشكل هذا دقي لا لا ترجع ترجع فأُجيب الAdd أيوه خلوزينا بس على الباب ما راح أُجيبها من ورا لين من ورا تقع dopp appreciative علينا بس كذا four لأدخل من هنا يا رب الباب يمفتح حلو راح ندفة الشاحنة يا والذي طيب الآن بأبدأ أرص الأغراض جنب الطاولة هذه والزايد بخليه في المخزن لأنه يعيان للكمية مرة كبيرة ما أتوقع بقدر أصف اللابتوبات والله أنا نسيت أن حجم اللابتوبات كبير المفروض ما سوي الشي هذا مفروض نركز على التابلتات لكن ما عليه إن شاء الله نعوق يا عيال حرفيا ما عد في مكان أحط فيه اللابتوبات يا عيال شوفوا الكمية يا عيال يا عيال والله كثيرة يا عيال مرة كثيرة طبعا يا عيال اللي بيصير الآن هذه الزيادة والله برصها في الأرض ما عليش والله والله برصها في الأرض برصها في الأرض وبحاول يا عيال إنه أول ما يفتح المحل أبأفك وخلي التسجيل شغال وتشوفون الأغراض يا عيال وهي قاعدة تنبع فممكن إنه ما أصور كل الأغراض ما أدري لأنه والله يا عيال كل الأغراض بتطول والله فممكن يكون جزء من الأغراض طبعا يا عيال أنتوا شايفين اللابتوبات اللي قدامي يا عيال شوفوا الكمية اللي وراء يا عيال بس هذي سويتها كده على وراء عشان تتخبع يعني بداية المحل كده ما ماتن شاف والله يا عيال كمية اللابتوبات ياوك يا عيال يو يو كيف هذي ترى يعيال باقي موجود في السيارة باقي موجود يعني فيه باقي كمية فبنحاول نصرف البضاعة هذي فخلونا نوقف بالشكل هذا توقع كويس بالشكل هذا توقع كويس بأوقف زي كذا بأفك وبشوف يوم واحد كم من الأغراض تروح طبعا يا عيال زي ما تشوفون كيف الوضع متعب يا عيال أنا أفكت لي تقريبا ساعة تقريبا ساعة يا عيال يبغال أقل شيء أربع ساعات خمس ساعات والله متعبة يا عيال مرة متعبة المهم يا عيال أتوقع أن فيديو اليوم هذا خلاص كفاية كذا والله كفاية يا عيال أببيع كل اللابتوبات هذي أولا خليني نشوف كم جانا أنا ما أدري كم بعت هنا الآن كاتري لي ثلاثة ألاف ما علي منه بأسحب من هنا شوفوا يا عيال كم يجينا جانا واحد وستين ألف عيال وشوفوا كم لابتوب باقي جام يا عيال الربح تقريبا يعني مضاعف الشيء هذا مرة كويس المهم يا عيال أنا ببيع الأشياء هذي خلف الكواليس وبإذن الله في الحلقة القادمة إذا كان في حلقة قادمة والله ما أدري الله وأعلم لكن ممكن نشوف التابلتات هذي إذا جاء يوم ودخلت اللعبة لقيت سعرها رخيص بأشتري منها لكن إذا كان سعرها مرتفع ممكن أكسل الفكرة ونكتفي باللابتوبات مع أنه باقي شاحنة مليانة لابتوبات مر فل عبينا كل مكان يا عيال وخلاص طاولة ما في مكان فهنا وصلنا لنهاية مقطعنا أتمنى نال إعجابكم لا تنسوني يا عيال تدعموني بلايك واشتراك وبإذن الله غدا نلقاكم في لعبة جديدة بإذن الله في أمان الله موسيقى